السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان الفيروسات موضوع خطير جدا بيهم كل من يعمل على الحاسب الآلي او اجهزة الحاسب الآلي ايه هو الفيروس هو عبارة عن برنامج بيضر الجهاز وبيعرضوا لأعطال وهو شبه الفيروس العادي اللي بيصيب الانسان زي الالف الوانز ايه هي اعراض الفيروس ازاي اعرف ان جهازي مفيروس فيروس الكمبيوتر بتبقى ليه اعراض واضحة ومنها بطء الجهاز في التحميل اول ما باجي بشغل الجهاز بلاقي الجهاز بيفتح بصعوبة او بياخد وقت في التحميل ثاني حاجة ان انا ممكن اكون باشتغل على حاجة وتقفل بدون سبب بتعمل لها تقفل كده من غير معرف السببين ثالث سبب ان الجهاز يتقفل كله بشكل مفاجئ فجأة كده انت قاعد مثلا بتتفرج على فيلم ولا حاجة يقوم الجهاز مطفي ان هو يتطفي بشكل مفاجئ او تلف الكورس الصلب او الهارد يعني تلف الهارد في بعض الاحيان طبعا اشهر انواع التلافيات اللي هو من نسبة عنها ان الجهاز يجي له بد سكتور ده نوع من انواع الاصابة للكورس الصلب انه بيتلف بيتحرق ساعات بيتحرق كمانا طب اسباب انتشاره ازاي بينتشر الفيروس جوه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة